اشتركوا في القناة لا لا عبدالله كيف امورك طمني عنك مستعد للحماس ويك وين على بواب ويك وين لنفيل اقل من تمانية اربع ساعة اخيرا اخيرا بصراحة زي ما كنت حكي عن الحلقة الماضية بصراحة استوينا يعني اننا من شهر اثنين واحنا عم نعمل بريفيوز ومنحضر فاحنا اليوم متحمسين كتير اخر بريفيو عنا لقسمين كتير اوايا عبدالله زي ما بتعرف اي افسي وست وانا افسي وست يعني فيهم فرق مرشعة كتير مع انه يمكن مش كتير اختلف خلينا نبدأ فيهم ممكن نبدأ مع شوية اخبار بالبداية لكن في البداية معنا الكيدنس وطبعا نقول لي موسا كالعادة ثري ايتين ثري ايتين موسا لاتجو اشتركوا في القناة وزوجته جيزيل في عندهم في الـ 24 ساعة الأخيرة لدرجة أنه جيزيل خرجت من الـ compound حق العيلة وطلعت لبيت مامتها وزعلان توم بريدي وتوم بريدي زي ما اسمعنا طلع في البودكاست حقه ويشتكي من الـ work-life balance كيف أني أقدر أحط my family first أو الـ football first وطبعا الموضوع كله بسبب عودة بريدي من الاعتزال هاي موسى رايكو أنا بصراحة شايف مشكلة توم بريدي الأساسية ليوم الأحد رح تكون دفاع الكاوبويز والإنتيرير تبع اللاين تبعه يعني احنا داخلين على سنتر واثنين قارتز جداد أظن آخر إيشي فارقة عنده المشاكل العائلية وزي ما بتعرف عبد الله زي ما هو حكى بعد 44 سنة هاي الأشياء أكيد لما ينزل على أرض الملعب رح يعمل لها فيزينج آوت وإحنا متحمسين كتير رح تكون المباراة توقع رح تكون سندي نايت وبرضو كمان خليكم معنا لآخر الفيديو لأنه رح نعمل مراجعة على كل مباراة الأسبوع الأول في الدوري نحكي شوية عن كل مباراة إذا صح لنا فهاي رح تكون طبعاً المباراة اللي كل عم بستناها يعني عم تحكي توم بريدي مع دالس على سندي نايت فوتبول رح تكون حماسية موضوع زوجته خليه بعدين نرجع له لكن بكل أمانة هل المشاكل العائلية ممكن تأثر على تركيز اللاعب ولو إنه طلعه وقال إنه طبعاً طبعاً أظن يعني هو طبعاً عبدالإله زي ما هلأ منيحكي كمان عن لاعبين تانين في لاعبين بالأنف الحياة الاجتماعية تبعتهم بتكون عليها فوكس عليها تركيز أكتر لأنه يعتبروا سوبرستار زي راسل ويلسون منهم مثلاً أنت بتعرف أنه دائماً ومرتوا مش عارف إش اسمها كيارة سيارة مش عارف شو فهدول الناس اللي بيكون عندهم حياتهم الاجتماعية أو صاروا نجوم لدرجة أطعوا على مرحلة البوب كالتشر هاي الأخبار بتصير منتشرة كتير لكن إحنا كجمهور فوتبول حتى أنا بحكي لك يعني من خبرة ومن متابعتي للدوري بحوالي 21 سنة هاي الأشياء كتير ثانوية أهم مشكلة في موضوع توم بريدي هي مشاكل العائلية بتطفو على الـ NFL لدرجة أنه فيرستوك وكل البرامج حقية الـ ESPN طبعاً طبعاً الناس بدها تعمل كونتنت عبدالإله لكن إحنا هون في عشر ياردات منركز على الأشياء الأهم تعالوا أكمن إصابة يمكن في واحدة منهم لفتة نظري كتير حكيت لك عنها قبل شوي وكمان إجانا أسئلة على موضوع الإصابات هل بنحكي عنه طيب أهم الإصابات اللي حصلت طبعاً في الفترة الأخيرة في فريق التايتنز وبالتحديد باللاينباكر اللاينباكر طلع ماك في الموضوع وتكلم وقال إنه عندنا إصابات في أهم مراكز الفريق طبعاً إحنا بنتكلم على هارود لاندري اللاينباكر حق الفريق ومايك فيربل يعني كان جداً متأمن لقائد الفريق يعني أكثر لاعب في عد الساكات العام الماضي كان هارود لاندري وطبعاً إصابة جداً قوية في الدفاعات التايتنز أشوف أنا عبدالإله بالبريفيو تبعة التايتنز كنا حاكيين عن دفاعهم وكيف إنه هو الأساسي بالموضوع حكينا عن كل المراكز وتحدينا عن الثلاثة الأكبار اللي قدام حتى أنا غلطت حكيت بدل جيفري سيمونز حكيت عنه جاستن سيمونز اليوم نحكي عن جاستن سيمونز المسؤولية الأساسية على هارود لاندري وبالتالي أخد له 12 ساك كمان رشاد أفنس ساعد بهذا الموضوع بأنه يجي من النص السنة رشاد أفنس طلع من الفريق هارود لاندري هاي الإصابة طابة بآخر أسبوع قبل الترينين كامب كتير قاسية لأنه ما عندهم فاس رشر بودو بري راجع من الإصابة المسؤولية كلها عليه الأسماء الثانية بهاي الغرفة كتير ضعيفة على الفاس رشر سيستم مايك فيريبل مش كتير بيعتمد على البليتز كتير صعب أشوف كيف التايتنز رح يقدروا يعملوا بالباس برشر طبعاً السؤال اللي إيجاني على هذا الموضوع هارود لاندري نحط على الإنجرد ريزيرف أتوقع فالناس بيحكوا هل في أمل يرجع وإيش سيستم الإنجرد ريزيرف طيب عشان نشرح الموضوع هذا إيش يعني إنجرد إليس إنجرد أو آي آر معنى إنجرد أو آي آر إنه اللاعب يعني is cannot perform أو لا يستطيع يعني إنه يلعب يعني اللاعب غير متاح للفريق للعب طيب ففي أنواع عندك آي آر مثلاً إيجرد ريزيرف اللاعب محطوط في خانة الإصابات المحجوزة وعندك لستة أخرى اللي هي P.O.P. اللي هي physically unable to perform طيب وطبعاً في أشياء أخرى مثلاً ريزيرف نام فوتبول انشري وريزيرفاشن نام فوتبول لينة ما علي من أنت تخدخوا في الموضوع كثير لكن إنجرد ريزيف معناته زي ما قلت يا موسى إنه اللاعب بيكون غايب عن الفريق لمدة شهر أو أربعة سبيل صحيح أم لا؟ مية بالمية هلأ أشوف زي ما أنت حكيت في الناس بتسأل ليش مرات بحطوا عبدالإله اللاعب على الآي آر أو بحطوه على الباب إيش الفرق بيناتهم الموضوع شوي فيه تكنيكاليتيز على مين مسموح له يكون على الروسر تبع الفريق 53 لاعب زي ما إحنا حكينا كل فريق مسموح له فقط 53 لاعب يكونوا أكتف بأي وقت اللاعب مجرد مراه على الآي آر عبدالإله معاه أربع أسابيع معنى بعدها الفريق بيقدر يرجعه مسموح لك يترجع بس 8 لاعبين بالموسم بعد ما تحطهم على الآي آر طيب لاعب صاب حطيته على الآي آر غاب أربع رجع تقدر ترجع تحطه على الآي آر تقدر يترجعه لكن رح ينحسب عليك كأنك رجعت لاعب في آخر أربع أسابيع والبلي أوفس ما فيش ترجيع من الآي آر مجرد ما لاعب راع على الآي آر خلاص فيش يرجع بآخر أربع أسابيع أمثل على لاعبين على الإنجرد ريزيرف زي تيرون سميث متوقع أنه يرجع قريب هارولد لاندري نزل على الآي آر فيه طبعاً النوع الثاني اللي هو البوب بتغيب أربع أسابيع بعدين الفريق معاه واحد وعشرين يوم يقرر يا بيحولك آي آر يا بيروحك يا بيخليك لآخر السنة لعيبة رح تبدأ معانا على البوب صاحبك تشيس يونج فيش تشيس يونج أول أربع أسابيع بالموسم عبدالإله وبعد أربع أسابيع منقرر خلال واحد وعشرين يوم بايرين جونز كورنرباك الدولفنز لاعب كتير مهم كمان محطوط على البابلس طبعاً الناس اللي بتلعب في فانتسي رح يتتابع كتير هاي الأمور وفيه لعيبة كثير وكثير يعني عندك مثلاً ناكيل هيرس لاعب الوايد رسيفر تبع تبع الشيكاغو بيرس عندك ماليكي بيكتن ناكيل هيرس يعني اسمع حسب حسب الأهمية يعني مثلاً التشيفس اللي هلأ رح نحكي عنهم في البريفيو تبعتنا حطين لوكاس نيانج على آي آر لكن يعني لاعب أصلاً هيك هيك ما كانش متوقع يبدأ أكتر ناس بخوفوا اللي هم من ناس اللي احنا كنا متوقعين هم ستارترز يعني مثلاً في مباراتنا الأولى بالموسم ترديفيس وايت وإنت ما عندك كتير كورنرباكس مع البافلو بيلز يعني عندك ليفاي والس ترك الفريق ترديفيس وايت على الآي آر رح يغيب أول أربع أسابيع فهدول اللاعبين اللي بننخلي عيننا عليهم طبعاً طبعاً الكل بعرف عبدالإله قبل كل مباراة بنزل الفريق بنزل إنجري ريبورت كتير ضروري للناس اللي بتلعب في فانتسي والناس اللي بتراهن على المباريات فإنت اللاعب ممكن ياخد ديزيجنيشن أوت كوستشنبل داوتفول أو بروبابل أوت يعني ما رح يلعب كوستشنبل 50-50 وبروبابل يعني أكتر من 25% إنه رح يلعب طيب موضوع سريع وسريع اللي هو موضوع التريدات أو موضوع انتقالات اللاعبين في فرقة الكابويز راحوا جابوا ريبليسمينت لي تايران سميث اللاعب اللي انتهى السيزن حقه بدري بإصابة في الني من قبل ما يبدأ وجابوا لاعب بروبولر أوفنسيف لايمان جيسون فيترز اللي هو عمره 40 سنة لكن في الـ 40 سنة 9 سنين بروبول أوفنسيف لايمان هيرجع يلعب المرة هذه مع الكابويز زمان كان يلعب مع لعب مهم لكن اللاعب لازم يرجع فيزيكلي لتركيبته وجسمانية وقدراته لعبة الـ NFL توقيع مهم ولا لا يعني شوف ما عبدالله بيخوف يعني زي ما احنا كنا حكيين الأسبوع الماضي انت داخل قبل الدوري بأربع أيام مش عارف مين اللفت تاكل تبعك متحير بين روكي ما اخده بالراوند الراوندات متأخرة ما اخدينه تايلر سميث بالتانية التالتة أو بين واحد عمره أربعين سنة يعني هاي هي المشكلة اللي الكابويز رح يواجهوها خلال الموسم كله هذا رح يمللهم قصة كل أسبوع رح نحكي على اللفت تاكل الكابويز ما في مجال وجيسون بيترز فعلا لاعب مهم الزلم اللي كنت حكي عنه الأسبوع الماضي دوك ماني وذر علامة الوفنسف لاين على تويتر حكي انه لسه عنده زي ما انت دائما بتحكي شغال الكابويز حطوه وين عبدالإله مبدئيا حطوه على براكتس سكواد برضو ناصر تسألنا ايش يعني براكتس سكواد براكتس سكواد هذا اختراع اخترعوا بول براون كان اسمها أيام زماني التاكسي سكواد ليش اسمها التاكسي سكواد لأنهم مشفرية تاكسي إذا إجاهم فرصة بنادوهم بواقف التاكسي بلعب فالبراكتس سكواد تجيب واحد منهم لازم تروح واحد ثاني ممكن تحطه على الانجرد ريزيرف بايداوي فهدولة القسمة يعني كان نحكي مجموعتين من اللاعبين مش محسوبين من الثلاثة وخمسين لاعب اللي معاك على الاكتف روستر لكن تقدر تستعملهم بأي وقت شفنا كتير لاعبين خاصة الوسط اللي بدل ما نلاق الفريق يعمل له كت يعمل له كت ويرجع هل يسعنهم إلى الانجرد ريزيرف طيب نقطة صغرية لأنه قضي السؤال آخر سألوني وقالوا هل اللاعب يعني يتفعله راتب إذا هو على الانجرد ريزيرف نقول له يس لأنه ليس مشكلاته أنه أصيب اللاعب لا وأزيدك من الشعر بيته أن اللاعب اللي هو يجي له إصابة فيه خلال المبارات is insured 100% والسؤال الآخر هل اللاعب اللي في الانجرد ريزيرف يحصل على سوبر بول رينج مثله مثل أي لاعب وهذا السؤال جدا مهم لللاعب طب أنا ما أقدر لعب نهاية السيزن بس أنا اشتغلت أنا ساعدت أنا شلت أنا اشتغلت نقول له اطمى نحط في بطنك بطيخة صيفي راح تأخذ سوبر بول رينج ولا لا يا موسي آه لا يعني مش مشكلة هاي قصة رينج أنا بصراحة بحسها يعني شوي مجاملة إذا أنت فعلا كونتريبيوتد فبتستحق الرينج بغض النظر سواء هاي بالمقابل في لعيبة بيكون على الروستر على الاكتف روستر طول السنة بس ما بلعب كتير وبطلع له رينج يعني مش قصة هو فعليا مين الناس اللي يعني ساهمت بفوز الفريق بالمناسبة راح أحط لينج تحت عبدالإله ماناك ذكرت هذا الموضوع مين اللاعبة اللي على الانجرد ريزيرف من كل فريق وقديش تكلفتهم عليهم على كل فريق عندك فريق مثلا زي الفالكن تقريبا الفالكنز اللي هم أصلا فريقهم بتاعيس عندهم تسعة على الانجرد ريزيرف وكل واحد على الأقل بيعمل له مليون يعني أنت تخيل لما يكون عبدالإله السلري كاب تبعت 200 مليون في منه حوالي 40 محطوطين على الانجرد ريزيرف اللي هو زي ما انت حكيت فلكن يعني الفرق بتعمل زي ما احنا حكينا طول الموسم رح يظل في عنا تنقلات صغيرة على هاي المراكز وعلى 53 لاعب هدولا مش إنه خلص 53 لاعب رح يتغيروا منه سبولت طيب وزي ما قال موسى يعني أسماء التوب انجرد ريزيرف بلييرز كثيرة يعني لو أبغى أسمي لاعب مع لاعب يمكن فوق 200-300 لاعب منحط الليست عبدالإله واللي مهتم بأي فريق عنده تبعونه بدخل بيشوف مين من اللاعب على الانجرد ريزيرف ماتا بيقدر يرجع حكينا يعني أربع أسبوع اللي هو أكتوبر أكتوبر ثيرد أظن أكتوبر ثيرد أكتوبر فورث هذا الأسبوع اللي أي لاعب على الـ IR becomes eligible to return to the active role حلو طيب هذه جزئية آخر الأخبار والانتقالات والإصابات والبريدي وغيره الآن خلينا نعمل deep dive لآخر الأقسام أو آخر two division موجودة في الـ NFL وحنبدأ بالـ AFC West اللي هو الآن مصنف كأقوى A division في الـ NFL والجميع عارف والجميع سمع خلينا ناخد deep dive وخلينا نبدأ مع Kansas City Chief الفريق اللي من يوم بري من يوم باتريك مهومس حط رجله في الملعب والفريق back to back بالـ playoff back to back بالـ AFC conference games back to back MVP pro bowlers يعني هذا الكلام إذا ندل على شي يدل أنه أقوى جزء لاعب في منظمة Kansas City Chief هو باتريك مهومس اللاعب لما وقع عقل عشر سنين خمسمية مليون دولار مو كان من كلام هذا بسبب أنه توقعات Kansas City organization للاعب أنه فوق الخيال فلما تطالح خمسمية مليون على عشر سنين تقسمها تطلح حوالي خمسين مليون في هذا الرينج شايف كيف لكن عشان تساعد باتريك مهومس ليكون the best of his shape لازم يكون عنده offensive line فأنا أشوف أنه biggest strength لي باتريك مهومس هو offensive لإنه شفنا فيه السوبر بول أمام توم بريدي offensive لإنه كلهم كانوا مصابين أدى إلى خسارة العامل الأساسي في خسارة Kansas City ديك المباراة هو offensive line إيش ممكن يسوي Kansas City في هذا الموضوع راحوا بيشتغلوا على الأوفنس في الأوف سيزن وجابوا أفضل اللعيبة المتاحية طيب يجي نطالع ونشوف مين هذا الأوفنس طيب biggest weakness إيش هي بنظرتي أنا أشوف Kansas City وتريد فرانك كلارك هذا كان ديزاستر ستريد لأنه اللاعب من يوم منطقة نسيارة سيهوكس لكينسس سيتي إنتاجية اللاعب جدا كانت سيئة لدرجة ميلفن إنجرام يعني نقل العام الماضي في نص الموسم وأداءه في نص الموسم تعدى فرانك كلارك شايف كيف هذا يعني هذا يدل لك إنه الفريق محتاج إيج راشا صح عندهم كريس جونز اللي هو المفروض يعني يكون one of the best إيج راشا في الدوري لعب 300 فان لكن الكنسس سيتي the biggest loophole أو the biggest concern اللي أخارت الـ إيج راشا بالإله بالدوري شيفس عبدالإله وأنا عم بطلع على أرقامهم بآخر خمسة سنين يعني صار عندي قشعريرة يزال 12 رفوز 4 خسارة 12 رفوز 4 خسارة 14 و2 12 و5 هذا رن خرافي ترتيبهم بالهجوم بالسنوات الخمسة الأخيرة 4 1 3 2 3 يعني هذا صراحة offensive juggernaut يعني أسطورة هجومية لم نراها من سنين يمكن من أيام الجريتست شو أون تيرف أيام الرامز من 1999 ل 2001 وحتى كانت أقصر من هاي الفترة لكن لما لعبوا مع سنسيناتي السنة الماضية شو عملوا معهم البنغلز ع الدفاع يا عبدالإله لعبوا سيستم عجيب تتذكر تتذكر المباراة يعني في الشوط الثاني تحولت كلها تشيس كلها تشيس و أوفنس أو أوفنس تبع البنغلز كان في نوع من الفريق كده هجوميا الفريق لم يكمل درايف واحد بالسليم انتل على شيء انه الفريق كده يعني سبحان الله شوط فريق يعني خرافي وشوط الفريق غايب غايب الهوية مش هذا الفريق اللي نعرف في كينسس مية بالمية شوف عبدالإله أندي ريد من العقول الهجومية اللي كتير فخمة يعني من أيام ما كان هو من مدرسة الوست كوست أوفنس القديمة اللي اشتغل من أيام مع جرين بي باكرز مع مايك هولغرم وبعدين راع فلادلفيا دائما هجوم وكان مميز تعرف ايش بيعمل عبدالإله أندي ريد ببعث ناس يحضروا مباريات مدارس هاي سكول فوتبول وبيخلي كل واحد من المساعدين تابعونه يجيب له أربع خمس لعبات من المدارس وبيحاول يطبقهم على الهجوم تابعه السنة الماضية الهجوم تابعهم صار كتير وان ديمانشنال إيش يعني وان ديمانشنال فكرة واحدة اللي هي مهومز عم بيرني وعم بيستعمل كتير لكلسي عمل خطة سموها رجع تمانية في الدفاع خلي خلي طبعا أهم قاعدة معروفة عن باتريك مهومز هو عك تعمل له بليتز يعني تبعث عليه أكتر من أربعة يحاولوا يعملوا له ساك لأنه هيستغل المساحات الفاضية وراه سريع جدا رجع تمانية وخلي خليه دبر حاله وفعليا مهومز بهذاك الوقت إذا بتتذكر كيف المباراة كانت معرفش وين نروح بالكرة وهذا كان المشكلة يا زلمي يعني لما تكون فايز في الشوطة الأول 2110 يعني إيش تبغى أكتر من إنك يرن 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 عليك هاي هي المشكلة أندي ريد السنة الماضية مع أنه عنده لاين فيه أحجام منيحة عبدالإله يعني كل لاين بناشى نرجع نسمي الخمسين مرة صورنا نسمينهم بقدر يركض بالكرة زي ما بده لكن هذا اللي صار فالسنة رح نطلع بأفكار جديدة على الهجوم تبع لتشيف عشان حتى إذا تتذكر بداية الموسم الماضي في الأسابيع التمانية الأولى كل الكلام كان في الدوري إنه الدوري حل لغز مهومز وإلعب عليه 2D بسيفتيز بيعرفش يعمل إشي انت 2D سيفتيز كان معجوق نزلو له تمانية يلعب وراء فراح الشيفس هاي السنة تقدر تحكي عبدالإله عملوا أفرهول كامل للهجوم تبعهم تايريك هيل لتريد أنا شايفها مش كتير غلط إنه يعني أوكي صحيح واحد من أحسن اللاعبين بالدوري لكن التنين اللي جابوهم بداله اللي هم ماركيس فالدس كانتلين وجوجو سميث شوستر اتنين ويد بالدرافت بيكس اللي أخدوها من تايريك هيل جابوا سكايمور جابوا روكي اسمه أيزيا باسكوا بنشوف اسمه بس يبدأ الموسم كمان عشان يساعد كلايد أدورد هيلاري رح نشوف رانين أكتر رح نشوف كتير هذير برسونل أكتر إيش يعني رح يستعملوا تراف سكالسي رح لازم نشوف أفكار جديدة بالنسبة للدفاع زي ما أنت حكيت تماما بالمبارايتين اللي عبوهم مع البنجلز فتحوا فيهم شوارع جامار شيس في واحد من المبارايت قد يتجاب 300 يارد اللي بآخر الموسم ويك 17 صح ولا لا حط مباراة للتاريخ أقل ما يقال عنها طبعا وبعدين قعدنا نحكي يلا ما هي مش مهمة هاي المباراة المهمة بالبلي اوف إجوا عليهم بالبلي اوف نفس الكلام نفس الكلام فبرضو عملوا أوفرهول للسكندري شرفيريس وورد رأى على البورتي ناينرز هلأ منحكي عنهم مع إنه كان لا بأس به لكن بهاي المباراة كان كتير تعييس هو ولي جيريا سنيد التنين كانوا سيئين تيران ماتيو برضو رأى عن يو أورليانز جابوا بداله سيفتي كتير ممتاز عبدالإله من هيوستن تيكسنز اسمه جاستن ريد هذا من الأسماء اللي الموسم الجاي أنا بضمن لك راح يعني ينسى مع اسمه كتير وبالإضافة راحوا على الدراف جابوا بالراوند الأولى ترينت مكدفي أوكي وبالراوند الثانية سيفتي اسمه رايان كوك فأنت عملت شوية أوفرهول للسكندري ستيف سبنقولو بقدر زي ما انت حكيت شو اسمه اللاين ضعيف لكن برضو راحوا جابوا روكي كتير ممتاز اسمه جورج كارفلاك كارلافك كزامي يوناني اسمه صعب كتير هلأ بتجيب اسمه مع الوقت مع الوقت بتجيب اسمه لا أنا بحكي لك انت بدك تحضر المباريات عشان تعرف اسماء هاي اللعيبة كيف تنلفظ يعني لسه هلأ داخلين على التايت ان تبع البرونكوز هذا الحال وبدو حفلة بس كمان هذا صغير منيح ممكن يساعد زي ما انت حكيت مضبوط نقطة ضعف عندهم لكن اللاينباكرز احسن كتير سيفس بنقوله تاريخيا عنده افكار حلوة على البلدزات يعمل من اماكن غير متوقعة اذا بيقدر يستعمل اللاينباكرز طولنا عن التشيفس شوية عبدالالله لكن فعلا انت عم تحكي يعني كل سنة ما بتقدر تحكي عن الان اف ال بدون ما تحكي انه التشيفس غصبا عنك رح ينافس طبعا طول ما عندهم رقم عشرة اكيد رح يكونوا بالمنافسة بدون مباذا واحد من ثلاث اكبر نجوم بالدوري زي ما انت حكيت العقد اللي وقعوا بعد ما شفنا العقود التانية صار يعتبر رخيص صار يعتبر رخيص بحدود 35-40 مليون بالسنة لانه اسعار الكورتر باكس طيب فريق اخر خليه بس قبل ما نقول فريق الاخر يعني انا رأى ما حشيلهم وصول كانسس سيتي تشيف كوحد الفرق الواصلة للبلي اوف من هذا الديفيجن معايا ولا لا في هذا الموضوع بالمية عبدالالله خاصة انه هلا بنشوف انا وجهة نظري يمكن الناس تزعل مني شوي انه الديفيجن اوكي صحيح الكل مسمي مجموعة الموت واقوى مجموعة وكذا لكن انا شايف الفريقين اللي بالمركز التالت والرابع مستواهم شوية اوطة من الفريقين اللي بالمركز الاول والتاني لانه هلا بنحكي ليش لكن ما اتوقع خلينا نروح على الفريق التاني وناخد وفريق فريق لوس انجلس تشارجر الفريق التاني من لوس انجلس مع جو بوسا مع خليل مع مع جي سي جاكسون دفاع فريق الاحلام اللي كان اي فريق يتمنى يسمى اسماء بهذا النجومية في فريق الدفاع هذه قوة الفريق ترتكز في هذه الخانة في خانة السكندري في خانة الاجرش في خانة الدفاع الكونر فريق يعني يعني مهما اقول لك حنشوف عدد ساكات وبرشير على الفريق الخصم بشكل مو طبيعي مدرب عقليا all on offense all on fourth play fourth down لكن في فرقة الدفاع انا اشوف الكور تبع لوس انجلس تشارجر السنة هذه هيكون في الدفاع وقوة الدفاع الان هذا في الناحية طيب عندهم من من مين جوستن هيربت جوستن هيربت مع اوستن ايكلر يعني دو يعني يعني فريق الاحلام بصراحة الدفاع قوي وهجوم قوي يعني كل درايف لفريق الخصم راح يتوقف بسرعة هترجع الكل الهيربت وهيربت يعني كان قابق وسيناء او ادنى يوصولوا لي البلاي اوف لو لا عجر المدربين حرم شوف يعني انا معاك مية بالمية انت عم تحكي عن السنة الماضية براندن ستيلي وينت فورت on fourth down جوه منطقته على خط 18 طبعا هاي تعتبر يعني اشي كتير سيء بعادة للناس اللي بسمعونا جديد بالفوتبول انت اي وقت بتكون ورا خط الخمسين يعني بأرضك يعني ما بتكمل على fourth down بتشوت الطابع عشان تبعدها اكبر ما عندك لكن المدارس الاحصائية عم تحكي انه انت عم تعطي حالك فرصة اكتر بانك تجو for it on fourth down لانه طول تبعتنا مايش راح تفوز بالمباراة والطابع مش معاك زي ما شوفنا مع جوش ايلن وباتريك مهومز بالبلاي اوفس اخر واحد معا الطابع بربح انا مش شايف انه هاي المشكلة انت زي ما حكيت عبدالالله زي ما هلأ عم نعمل هاي اللعبة ما هو السبب الذي ادى انه خسروا مباراة فعليا كانت مباراة بلاي اوف مع الريدرز لانه كان الاخر مباراة الاسبوع 18 اللي بيفوز فيها بتأهل على بلاي اوف ولحصن حظنة راح تنعاد في الاسبوع الاول من الدور ايه ارعاية طبعا راح تكون المباراة انت عم بتعيد مباراة بلاي اوف وانا بصراحة يعني ما حشوف يعني لو قلتلي ايش اضعف خانة في فريقة شارجر هاد الموسم هقوللك براندون ستيلي بيهيفور او عجر لا حرام عليك لسبب واحد اتفضل اتفضل شوف بدك تقرأ المقابلة اللي عملها مع بيتر كينغ بهذا الاسبوع بيتر كينغ هذا المقال الاسبوع اللي انا بحكي عنه دايما لازم اي حدا يحضره بنحط اللي رابط او اسمع هايو على NBC سبورت عمل مقابلة مع براندون ستيلي وحكى بالتفصيل عن العقلية تبعته بال fourth down وكتير زي ما قلتلك مدعومة بنظريات احصائية بالبليشيك بعظمته قبل ما يكون فيه statistics قبل ما يكون فيه اشي he went for it on fourth down بمنطقته ضد الكولتس بمفرات playoff كتير مهمة كتير بعتمد هذا القرار على انت كيف حاسس فريقك وهو فعليا ما غلط لانه اوكي يمكن الاشي الوحيد اللي غلط فيه هو اختيار اللعبة لكن اللي صار فعليا انه الريدرز اخدوا الطابة ركضوا عليها ثلاث مرات حطوا game winning field goal وخلصت المباراة فهو عارف ايش عنده على الدفاع عارف انه دفاع لما يرجع لهم الطابة ما رح يقدر يوقفهم جوش جيكوبز اخر لعبتين بالgame فقع 20 يارد و30 يارد بركض حدا قدامه وهذا فعليا اللي رح عملوا اهم اشي عملوا هذا الموسم وقعوا لاعبين ثلاث لاعبين وقعوا عبدالالله اتنين منهم كانوا مع الرامز ايام ستيلي مكان ديفنسيف كوردينيتر الرامز الاول سيباستيان جوزيف دي كان مصاب جسم كبير بالنص اوستن جاكسن من الجايانس وكان قبليها اظن مع مين اتوقع كان مع البيرز كان مع التايتنز برضو جثة كبيرة واحد وزنه 314 فاوند ومورغن فوكس كمان ديفنسيف اند ديفنسيف تاكل ممكن يلعب التنين زي ما انا حكيت لك بدك تلعب فيك فانجيو بدك تلعب روبرت ستيلي ديفنس سيستم زي اللي شفناه من الرانز بالستوبر بول بدك اجسام كبيرة بالنص توقف ايش توقف الران خلصوا من كزير وايت عندهم هلأ كيث موري عندهم كمان جابوا اتوقعت فيه كمان لاينباكر مهم اضافوا لانه درو ترانكول كان برضو ماخدينه عالي لكن هدولة هلأ وتروي ريدر وتروي ريدر برضو من الرامز كمان ما كانش كتير مشهور عبدالإله بالسوبر بول رن تبع الرامز تروي ريدر لكن انا كتير كنت احبه كلاعب بيقدر يغطي وبيقدر يلعب الرن في نفس الوقت جاي محير بين اللاينباكر والسيفتي غير طبعا الاضافات اللي ضافوها على السكندري ضابوا برايس كالهان وجيسي جاكسون للأسف جيسي جاكسون لسه مصاب ما نزل على الـ IR لكن متوقع انه يغيب من 3 ل5 اسابيع لكن برضو بظل السكندري قوي بظل اقوى اشي طبعا عندهم على السكندري السيفتي ديروين جيمز اللي وقعوا السنة الماضية لإكستنشن ديروين جيمز عبدالإله السنة الماضية لاعب 150 سناب كورنر باك 150 سناب كسيفتي 150 سناب كسيفتي وعنده سبعين باس رش يعني بحاول يوصل على الكورتر باك فانت عندك لاعب بدون مبالغة لما ما يكونش مصاب عم تحكي على لاعب بمستوى إدريد يعني بديش أبالغ أوكي لكن مشكلته وهو هذا أحد الأسباب أنه تأخروا عبير موقعوله الإكستنشن إصابات بتمنى أنه يقدر يلعب الموسم كامل هذا فريق لتشارجرز عبدالإله طبعا هو قادر على أنه يعمل كل هاي الأشياء لسبب واحد كم راتب جاستن هيربرت هاي السنة يا عبدالإله من السنة روكي روكي كونتراكت روكي كونتراكت بالضبط يعني أدي عم بدفعوله بالسنة سبعة مليون تخيل تخيل أنت رقم سبعة مليون يعني باتريك مهومز عبدالإله عم ببلع عم ببلع من عندك أكتر من عشرين خمسة وعشرين بالمئة من سالاري كاب ميتين مليون هو عم بعمل بحدود خمسين يعني أكتر من ثمن المصاري كلها رايحة لما يكون عندك كورترباك على الروكي كونتراكت تبعه زي جو بارو وجاستن هيربرت لازم أنت كفريق تروح تشتري كل اللي ناقصك وهم فعليا عبوا الفريق على الدفاع وعالهجوم حلو الكلام طيب أنا في نهاية الموسم يعني أنا 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 بس منتظر ويكوين منتظر المباراة الريدرس أمام التشارجر لكن قبل ما نحلل المباراة خلينا نحلل الريدرس لأن الريدرس والله الريدرس يا ريدرس آه يا ريدرس يعني what's up with the raiders واحد لاعب فقط بالريدرس تخيل عمل فارق في الفريق تخيل أنت أنت يعني تخيل أنت مجرد واحد لاعب ممكن إيش ممكن يعمل فيه الفريق كل شايف كيف يخلي الفريق فريق يخلي الفريق ممكن حتى يفوز بالدفجن لما تنتكلم على لاعب زي ديفانتي يا آدم اللي هو يصنف أفضل ريسيفر في الدوري ككل يعني نتكلم على لاعب يعني بس ريسيفر أفضل لاعب يعني أفضل 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 من برونكو ريسيفر عشان كده أنا أفضل 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 أو أفضل 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 يعني كتير رهيب هذا اللي بتحكيه لو بتلعب فانتسي أنت يعني لو داخل مجمع الفريق عندك أنه والله أنا عندي افضل ممتاز وشو اسمه وتيت رهيب وحتى باكب كمان مش بطال يعني أنا بحبه شوي باكب بوستر مروع عندهم وبالمناسبة أوكي هلأ أحكي أكتر شوي عن هاي النقطة تكتيكيا المشكلة عبدالإله أنه أنت كالريدرز هذا فريق تعيس تعيس أنا في حلقة من الموسم الماضي ويعني عشان تعرف ليش أنا أعتبر المرجعية الأولى على الفوتبول خارج أمريكا الشمالية بكل تواضع أفضل فاتح موضوع فاتح موضوع لدرافت كلاسز تبعت الريدرز من حوالي سنة الريدرز عبدالإله بالآخر سنين طالع لهم كنوا يعني أكتر من عشرين لاعب بالراوندات الثلاثة الأولى اليوم فيش منهم غير لاعب يمكن أو اتنين مع الفريق شفت الأسبوع الماضي روحوا ألكس لاذرود اللي هو كان الفيرست راون تبعتهم من سنة يعني ما أكملش معاك الثاني ما أعطوهوش الأكستنشن تبعوه نومبر فور أوبر أول كان السكندري بديش قبلش فيهم يعني هذي قصة كاملة روح تطلع أكمن سيفتي وأكمن كورنر الريدرز ما خدين لما إنت تروح خمس سنين أو ست سنين ما تعمل درافتات زي الناس خاصة للبيكس العالية طريقك رح يكون كتير خفيف ما عندك يعني طب أحكي لك معلومة على السريع ثالث بالفريق اسمه ماك هولينز أنا أتحدى إذا أبوه لماك هولينز بيعرف أنه هو مع الريدرز يعني جورني من نوعا جد يعني مين هذا الزلم لاعب ما عندك مشكلة ماشي عندك مزبوط عندك واللي بجيبني للسؤال اللي بعد اللي هو زي ما أنت حكيت جوش مكدانيل رح يستعمل كتير هافي برسونل إيش يعني هافي برسونل عبدالإله رح يستعمل كتير تو تايت انت اللي هم زي ما حكيت لك فوستر مورو مع دارين والر التنين هاي وأخذوا الفول باك اللي كنت حكي لك عنه اللي بحبه كتير تبع جيكوب جونسون ما عندهم حفلة رانينج باك ما بعرف قد رح تقدر تنافس كفريق رانينج تيم ب ديفيجن ال تشارجرز وال تشيفز وهذا الشي وهذا الشي اللي أنا هدخل فيه آليكس لاذر يعني هذا لاعب أوفنسف لايمان توب روكي كان العام الماضي بالاختيار اللاعب كان ديزاستر على الفريق بالناحية القارد وهذا الشي اللي يقودني أنه أضعف نقطة في الريدرز في هذا الموضوع كيف تحمي ديريك كار كيف كيف تفتح هاي أنا عربي تبعنا للأسف مش عارف أحكي اسمه لأنه يبدو اسمه وعامل تحليل للأوفنسف لائن للريدرز ممتاز كتير طبعا وأنا بدون ما أدخل يعني برضو بالأسماء اللي معظمهم يعني عشوائيين جدا محدش بيعرفهم بس اثناء اللفتاكل كولتن ميلر معروف ومهم يعني منيح الأربعة الثانيين من الشارع أي أربعة بتجيبهم من الجامعة يعني أندري جيمز السنتر ماشي لكن ديفانتي أدمز عبدالإله لاعب مع ديريك كار بالجامعة مع بعض في فريزنو ستي في بناتهم كيمسترية هم صحبة كذا لكن ما بعرف إذا كومبينيشن ويد ريسيفر كورترباك حتى لو على أعلى مستوى رح تقدر يتخليك تنافس على مقعد في البلاي اوف خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الدفاع الدفاع أضافوا تشاندلر جونز مزبوط من أريزونا وتشاندلر جونز السنة الماضية عنده عشرة ونص سالة تشاندلر جونز السنة الماضية خمسة منهم كانوا في مباراته مع تنسي لما عمل العجائب بطايلر لوان كان مع أنه لفتاك المحترم أخذ منه خمسة ساكلة حاله يعني الموسم مع أريزونا أخذ كمان خمسة ونص فتشاندلر جونز فعلا كان لاعب كتير مهم من أيام البيتريات وعشان هيك جابه جوش مكدانيل وعشان هيك فاتريك جراهم الديفنسيب كوردينيت قدوا يعتمد عليه كأساس للمنظومة الدفاعية تبعته اللي برضو من مدرسة في البلتشيك والبيتريات لكن برضو أنا بحكي لك يلا أعطيني تاني أهم اسم يعني صح أنت قلت شاندلر جونز عنده لاعب جدا خلق طيب بعدين عندك السيفتي جوناثن أبرام أوكي جوناثن أبرام أوكي باست باست عبدالإله باست تعرف إيش يعني باست يعني لاعب متاخد عالي كتير عم بلعب من الإلة عم بلعب من الإلة أوكي متاخد نومبر ون بموسم هاي بألفين وتسعتاش يعني هو بحكي لك بلعب لأنه ما فيه سيفتيز ثانياً الأسبوع الماضي عملوا تريد كمان واحد ما أخدينه بالراوند الثانية نو نو الفريق كتير ضعيف عبدالإله أنا الريدرز بشوفهم ما رح يتأهلوا على البلاي أوفز اللي صار معهم السنة الماضية مع مريتش بيساكا بعد قصة جون جرودن وكيف غربوا الريدرز بالتشورجرز بالآخر لن يتكرر هاي السنة بعدين هذا الفريق عبدالإله فريق لوزرز ما احترامي للجميع يعني هم أوكي بدوا يبيع تيكتز عشان بلاس فيغس ولاس فيغس دايماً رح يبيع تيكتز يا زلمي هاي الناس الداهنة وجهها أزرق بتبيع تيكتز بلاس فيغس بلومين جروب وديفيد كوبرفيلد لسه عم ببيع تيكتز الناس بتروح على فيغس تحضر أشياء فرح يبيع تيكتز لكن هو فعلياً طلع هاي ناخد آخر خمس سنين بالريدرز والله حتى ما عنديش إياهم لا هاي عندي إياهم ستة وحداش أربعة واثنعش سبعة وتسعة والسيزن الانتصار تمانية تمانية يعني هاد انه لما تخلص انت ايت اند ايت كاريدرز تعتبر إنجاز من وين بيجي الإنجاز؟ بعدين ديريك كار عبدالإله خلينا نكون واقعيين مع اللفة الجديدة من الكورترباكس النازلة عالدوري يعتبر تير ثري تير فور بالتقييمات اللي احنا عمي عنده مدرب عنده مدرب محترم يا زلمين وين أفكار جوش مكدانيال هاي برضو عندي جدول هون بحطه بعدين هذا بحطه لأنه حص ما هي أرقام جوش مكدانيال خارج لما كان توم بريدي لكورترباك تبعه طب ما هو كان مأساة في دينفر لما راح استلم هيد كوتش هذا الكلام من عشر أسنين تمام ماشي عمي تطور طب ما الدوري أصلا راح باتجاه تاني هل انت لسه بدك تلعب 12 برسونل و هاي 12 و 21 اللي هم مع فول باك إذا البيتريات نفسهم قال لك احنا ما ما بدناش فول باك هاي السنة نو نو أنا الريدرز عبدالإله واطي عليهم كتير كتير ما أبعرف الناس من وين جايب الحماس بس دايما الوايد ريسيفر كومبينيشن لما يجي الوايد ريسيفر جديد الكل بيهلله لكن ما بينفع خارج هذا الفريق ديريك كار بالمناسبة بس آخر ملاحظة على الريدرز لأنه أصلا مش مستاهل كل هالحكي ديريك كار عملو له ريستركتشرينج للكونترك زي ما حكينا عن ديريك هنري عبدالإله مرات الفريق إذا بيعمل لك ريستركتشرينج أو حتى بيسموها اكستنشن بيكون عم بيكذب بيكون عم بيخلي المصاري تبعتك لهاي السنة والبعديها عشان لما يتخلص منك ما يكونش ضايل عنده كتير يدفع لك هم تفهمت عليه إيش أصلي يعني هم زودوا السنة هم زودوا السنة ويمكن زودوا السنة الماضية لكن هذا خلى عندهم باب يفتحوا إنه يسمع معلم إذا ديريك كار مشل هاي لا خلص منجيب إشي تاني أرخص خليه يروح يشوف نصيبه بفريق كوي زي الإيغلز مثلا إذا برور السنة جاي إيغلز بعد مجيل يفشل السنة زي ما كلنا متوقعين بيكون ممتاز لكن بهاي المنظومة أنا مش شايف إليه مجالي خلص إنت شايف إنه الريدرز وديو يعني على قولتهم إتسبس سيزن هذه السنة وأنا أشوف الريدرز فريق واصل 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 لكن الريدرز حيكون له سيد في الفلياوف ونأخذ الفريق الرابع ومين حيكون في أفضل الف سيزن من سيزن دينفر برونكوس مين حيكون في أفضل من يعني الإكسايتمين الهايب الأونرشيب الكيو بي اللوغو التغطية الإعلامية كله حوالين دينفر برونكوس لماذا؟ مدرب روكي جديد عائلة وولمارت وونرشيب جديد رسل ويلسون وفريق جديد خانة ويت ريسيفر مع جيري جودي كورتلين ستن كي جي هاملر تيم باتريك والأسماء تطول وتشمخ يعيني على البرونكوس هذه السنة يعيني على العقد الجديد اللي وقعوه مع رسل ويلسون قبل ساعات وأيام يعني فريق مكتمل الصفو فريق بالPFF رايدنج بكل لاعب فوق الناني ديغري أو فوق الناني بوينس يعني على أعلى مستوى فريق حيكون قوي حيكون مصنف يمكن يأخذ الديفجن رايح جاي وحيعمل سويب لأكثر من فريق في هذا الديفجن هذا رأي الشخصي في هجوم الدينفر برونكوس وعشان كده نمكول الأكسايتمنت تبعة البرونكوس ما جات من قليل لدرجة أنه الانفيل حطوهم ماندي نايف فوتبول برايم تايم جيم برونكوس أغيز السيهاوك في ويك ون يعني اش تبغى أحلى من كده طبعا طبعا يعني حطوهم الأسبوع الأول عبدالله أنت عارف ليش يعني راسل ويلسون ريفنج جيم مش لأنه البرونكوس فريق أنا ما سميها ريفنج جيم أنا ما سميها ريفنج جيم طبعا ريفنج جيم شو الزلم يقلوله خد أغراضك وروح من هون يعني فرانشايز كورتر باك وجه المؤسسة يعني هلأ بس نحكي عن السيهاوكس نرجع نحكي عنهم لكن أنا أختصر موضوع البرونكوس بثلاث نقاط أساسية فقط كالعادي لأنه أنا بحب أختصر إلى ثلاث نقاط النقطة الأولى عبدالله تعرف أنت تخيل عندك سيارة مثلا إيش سيارتك المفضلة أكثر سيارة بتحبها مرسيدس مرسيدس إيش مرسيدس بابين سي كلاس لا لا خلاص لا حبيبي دحينا النوع الجديد اللي هو الكيو اللي هو أول إلكتريك هذا النوع الجديد يعني لا إحنا بدنا نرجع شوي أنا أقدم شوي إنت عندك مرسيدس إي كلاس إي متين يعني يعني بعرفش إذا لسه بيعملوها موديل 2018 موديل 2018 2019 أوكي بدك يتبيعها تمام لماذا بتروح بتعمل فيها أول إيش بتغسلها بتعمل واكس بتغسل متور ممكن تغير طارقة الاستيري بتلمع التابلو بتحط لها عجالي جداد يعني بتصرف لك عليها حركة خمس تلاف يمكن عشر تلاف دولار وبتروح يمعلم إيش يملبسها لواحد عبيط مش عارف إنه المتور عليه تلاتمائة ألف كيلو والماكنة تبعت الشباك لما تفتحها وتسكرها تطق تطق يعرفت تك 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 كل ما عليك فهذا فعليا اللي صار مع البرونكوز والأونرز لإقدام الأونرز لإقدام عندهم فرانشايز آخر أكم من سنة يعني بين بعد ما فاز السوبر بول واعتزل بيتون مانينج ما إلها وجه أوكي ما عندك the face of the franchise أوكي أنا هيك بس يعني عن جد بحكي لك صدقا بآخر خمسة سنين مين الفيس of the franchise تبع البرونكوز ولا حدا جون ألوي الجنرال مانيجر هو الفيس تبع له اللي هو لازم أنا أنا أشوف بالله على موضوع جون ألوي لو ما جاب رسل ويلسن كان أفضل لأنه يتعمل له إيقالة لأنه جون ألوي اللي سوا في منظمة دراف تاتو تعيسة تعيسة دراف تاتو ما أخدت اتنين كورتر باك بالراوند الأولى صح ولا لا يمكن قبل درو لوك أخد كمان واحد لسه أعطل منه ما لعبش إيشي ناتر بيترمن I think ناتر من هو يعني بصراحة ما في فأنت صعب تبيع الفريق بدون ما تقوله عمي تعال شايف هاي في عندك وجه هل رسل ويلسن وجه طابعا طابعا أنا زي ما حكيت لك رسل ويلسن خاصة عبد الإله أنه رسل ويلسن قاطع من مستوى الكاجو والنف الفان للكاجو والبوب كولتشر فان الكل بيعرف مين رسل ويلسن لما أنت يكون اسمك مذكور بواحدة من أشهر أغاني M&M ده مونسر تعرف الفيرس اللي بيحكي فيه رسل ويلسن فاللي دفعوه هم فعليا دفعوا كتير للمستقبل عشان يقدروا يبيعوا الفريق وفعلا على السريع ظبطوا أخذوا أربع مليار تعرف جيري جونز أديش دفع أديش اشترى الكاوبويز عبد الإله هيك بس كرقم زمان أخذوا فيه أقل من مليار أخذوا من أقل من مليار أقل من مليار 800 مليون أنا مبارحة كنت عم بطالة على الرقم 170 مليون دفع جيري جونز الكاوبويز تخيل 140 تخيل بالتسعة وتمانين بالتسعين أخذوا بمية وسبعين مليون اليوم قيمتوا تمانية مليار أنا أتحدى أي حدا بفهم بالإنفستمت أنا ما إليش طبعا بالاستثمار أنه فيه إشي هلقد بيرجع مصاري فطبعا ونفس الإشي الأونرز تبعون البولن جروبز هذول البولن فاميلي بات بولن فاميلي هايك اسموهم أظن لما باعوا الفريق بأربعة مليار زي ما حكيت لك البانثرز كانوا رايحين باتنين الكرونكيز كانوا شاريين سانت لويس رامز بأقل من مليار على العموم هذا بس بورجيك قديش قيمة فرق الانف عم تطع هم أوكي ابن سام وولتن واخته لكن الفريق هلا بهذا الوضع برضو مش منافس عبدالإله الوابنز اللي انت حكيت عنها ممتازة ممتازة فعلا هلا للأسف تيم باتريكن صار طليع لآخر الموسم عندك اثنين رانيك باك مش بطلين واحدة من الشغلات اللي كنت حاب أحكي عنها انه هل ممكن ناثينيا الهاكت اللي جاي من الباكرز انه يستعملهم مثل ما الباكرز حابين يستعملوا أرين جونز مع أجي ديلن فيه فورميشن جديدة عبدالإله رح تنزل في الدور السنة الجاي اسمها بوني فورميشن بوني فورميشن هي لما تستعمل اثنين رانيك باك على الملعب لكن ولا واحد منهم فولباك يعني الثنين ممكن يركضوا بالكرة أو ايش ممكن يمسكوا الكرة الفولباك تقليديا ايش وظيف بلوكينج يفتح طريق فأنت مثلا عندك فرق زي الكاوبويز ممكن يحطوا ازيكيا الاليث وتوني بولرد التنين في الملعب ونفس الاشي ممكن يعملوه لبرونكوز ممكن يحطوا جيفونتي ويليمز بسنته الثانية سنته الماضية كانت ممتازة منيحة كثير مع ميلفين جوردن ويقدروا يستغلوا أفكار جديدة الدفاع السكندري تبعهم على الدفاع برضو من أقوى السكندري بالدوري ما في مجال زي ما حكيت لك كريم جاكسن جوستن سيمونز الكورنرز مش بطلين شو اسمه باتريك سورتين الصغير يعتبر سوبرستار يعني في كتير ناس بقولك أنا السنة رح أحضر البرونكوز بس عشان أحضر باتريك سورتين أنا بتذكر أبو كتير منيح بميامي كان وحش لكن هلأ هون تحفظي الأساسي على الفريق عبدالإله اللي هو أنت بالضبط اللي حكيته في البداية أوكي هيد كوتش جديد ناثين يالهاكت أول مرة بيكون هيد كوتش أول مرة بيكون بلاي كولر ديفنسيف كوردينيتر جديد إخيره إفرا مع أنه أسهم كتير عالية طالع من مدرسة الرامز يعني هو برضو من الأشياء اللي خسروها الرامز كان مساعد لبراندن ستيلي رح برضو يحاول يطبق أفكار ذيك فانجيو باللي دائما عم بحكي لك عنها اللي عم تجتاح الدوري كمان لكن برضو كمان مدرب لأول مرة بيكون ديفنسيف كوردينيتر كولينغ داب بليز وهل رح يكون في تفاهم بين سيستام ناثيني الهاكت اللي جاي من سوري من الباكرز مع راسل اللي هو إيش بحب يعطيها لت إيش لت راسل لت راسكوك الزبط هون مش رح ينفع لت راسكوك لأنه داخلين على سيستام جديد ناثيني الهاكت حكى أنه كل إشي رح يعملوه رح يكون بالتنسيق مع راسل ويلسن لكن بضل في موضوع فولاتيليتي إذا بديت تخسر لك أكم من مباراة بداية الموسم لكن أنا كفريق بموسمه الأول إذا وصلوا للبلي اوفس يعتبر إنجاز إذا ما وصلوا على البلي اوفس بهيك ديفيجين وفازوا لهم 8 مباريات خسروا 9 فازوا 9 خسروا 8 برضو يعتبر موسم ناجح ولسه الفريق بده كمان إطاع يعني عنده شوية إطاع حلوة برادلي تشوب السنة الماضية نصاب كتير لازم السنة يرجع بمستوى كأج راشر قوي راندي جريجري إضافة كتير سخيفة راندي جريجري عبارة عن جورنيمن يعني واحد منقل فراء وهي والسنة الماضية شنصت معاه إنه أخذ له أكم من ساك بالكاوبويز ومش شايفوا إضافة كتير مهمة أتوقع يمكن هيك الأيف سي وسط عبدالله بكافية ناخد استراحة صغيرة كتير نرجع على الأنفسي فاصل ونوص ورجعنا لكم بعض الفاصل وموضوع جديد حصل قبل دقائق وهو موضوع ستيلرز بيتش تروبسكي وزلم كيو بي نمبر ون للفريق تروبسكي حيكون الكيو بي الأساسي في ويك ون أغنست ديفنسين سات بنغلز أخبار جدا مهمة من معسكر مايك توملين ورأيك موسى الله يشوف عبدالله هذا كان متوقع أنا كنت حكي هذا الإشي من أيام الأيف سي نور أنه طبيعي جدا هذا الحكي لأنه ستيلرز تاريخيا بدوش روكيز وكان يبيكيت حاليا يعتبر ثيرد سترينج بالفريق فمش قصة كبيرة ومباراتهم الأولى بالأسبوع الأول مع مين رح يلعب مع الفتى الذهبي مع الفتى الذهبي مع البنجلز يعني مع سنسيناتي مش قصة يعني خليها خليها بالبريفيوز إذا بدنا نحكي الستيلرز متوقع أنه يخسروا بفرق أكتر من سابعة حلو ناخد أخذ المجموعة التانية أو الديفجن الـ NFC West وخلينا نبدأ مع سيارو سي هوكس لأنه بكل أمانة طلع الآن قبل لحظات بيت كارل وقال إيش رأيك من أداء الفريق في في هالوف سيزن رد عليهم بكلمة واحدة بيت كارل هنا أمامي يقول I do not care my team is the best team يعني تصريحي جدا قوي من بيت كارل لكن نجي نشوف على الورق هنا يعني أنا ما أقدر فريق يعني زي ما قلنا يعني في دينفر برونكو كان عندهم أوف سيزن نشط واستمتاع بالمقابل هنا عندك أوف سيزن دامي دامي اللعيبة مغادرين الهولو فيمر بليرز مشيو يعني عندك مثلا دي كاي متكاف وتالر لاكت بالواد ريسيف الكوري اللي هو يعتبر أقوى الشيء في الفريق لكن مين برمي لهم مين حي رمي لهم درو لاكت اللي تعمله ساك أبوي أبوي أنا أنزل أرمي لتالر لاكت ودي كاي متكاف يعني يا أخي من دونك يبي بفين حتروح دي أسكرج وبو ميلتون بالإنجرد ريزيرف الفاء يعني ما أعرف ما أعرف يعني الفريق على قدمة بيت كارول بيطمن الجمهور والإعلاميين والمشاهدين أنه فريقنا جدا جدا جاهز لويك وين أمام رسول وولتون لكن تيجي وطالع على الورق تيطالع تقول يا هو يا بيت كارول يعني نحن بيشوف غير اللي هو بيشوفه هل عنده عصة صحرية ممكن يغير من الفريق من أداءه في ويك وين خصوصا أن الفريق خلص الفري سيزن 0-3 ومستوى أسوأ مما كان الأحد يتصور لا يعني ما كان يعني طلعت مثلا شانون طلع في تحصريه وقال إيش الكومبتشن اللي في الكيو بي بوزيشن هاد جينو سميث ودرو لكت يعني عيب اللي اختشوا ماتوا إيش المنافسة هاد في الكيو بي عيب والله عيب عيب لكن إحنا حنصدق بيت كارول وحنشوف بيت كارول في ويك وين في سياتل أمام لاعبه اللي اختاره في الدراف في راون 3 روسل وولسون وحنشوف إيش ممكن يسوي أمام روسل وولسون لأنه في آخر تصريحات الموسم لما أصيب بروسل وولسون طلع بيت كارول وقال أنا ما كنت حكوم في هذا البوزيشن لو لا بيت كارول الآن جيدي جودي أعطتتك ثقة تامة إنك كنت تدير الفريق أزا بريسيدن وتدير الفريق أزا هيت كوتش لكن هال الدول رول هذا ممكن يساعد بيت كارول إنه يأخذ الفريق لوينينج سيزن ما نبغى أكتر من وينينج سيزن رأيكم شوفوا عبدالله أنا لأنه شوية نضغط بالوقت وإحنا أصلا لسه بنحكي عن جامات الأسبوع القادم عندي أكم من شغلة صغيرة إذا أحكي عن السي هوكس رح ألغي الموضوع برجع بطلع الروستر مرة تانية عبدالله لا فيش فريق يعني عن جد صدقا لا في باس راش ولا في سكندري سكندري يعتبر أضعف سكندري بالدوري كله كان عندهم واحد ماشي حاله تري براون اسمه أظن روكي مصاب هايو على البابلس بره أربع أسابيع اللاين ليف تاكل روكي رايت تاكل من الشارع ما يعني صدقا بيت كارول المشكلة الأساسية فيه إنه يبدو إنه وفاته القطار يعني كودش كبير بالعمر الأفكار قديمة لسه بعده بالوف سيزن عم بيحكي على رنينغ ذا بول ومش رنينغ ذا بول وحتى الإضافات اللي عملوها خلال الموسم جابوا بالدرافت كنث ووكر ذا ثيرد باعتبار أنه ناقصنا رنينغ باكس يعني على أساس ويعني ما باعرف الفريق بهاي المجموعة أنا بحكي لك السي هوكس من أسوأ خمسة بالدوري على مستوى أتلانتا وشيكاغو بالإنبسي حلو الكلام ناخد فريق آخر أريزونا كاردينالز وشفنا طبعا الساينينغ الخرافي لكالر ميري في الأوف سيزن اللي يبقى اللاعب لأكتر فترة مكترة مع كينغس بيري بالفريق لكن اللي شفنا واللاحظ أنه كينغس بيري خارج حسابات الكوتشينغ ستاف في الديفجن يعني عارفين أنه فيت كارول دائما ما يهزم شانهن شانهن دائما ما يهزم شان شام ماكفي وشام ماكفي متمرس في هزامة فيت كارول فين مكلينز بيري من هذا الموضوع ما أعرف يعني أهم في هاي في الموضوع هو كينغس بيري هل كينغس بيري عنده الليدرشيب والعصص الحرية لي أخذ أريزونا كاردينالز بعيد خصوصا أنه الفريق دائما ما يبدأ ريد هات وين هي نهاية السيزن أون أون أفلات ويلز هذا الشيء المهم وهذا أكبر مشكلة في الفريق وهذه أصعب مشكلة في الفريق هي عقلية ومزاجية كارل المي رأيكم أنا راح أحكي برضو يعني وصدقا صدقا عبدالله مش إنه والله عم بحاول إنه أثير الجدل أو كذا أنا بشوف هذا الديفجين أيضا مع إنه الناس شايفة إنه سباق بين ثلاثة أحصنية أنا بشوفه فريقين فوق وفريقين تحت زي الأف سي وست الأريزونا كوردينلز من الفرق اللي نوعا ما تحت معلش يعني مش كتير ناس تزعل من للسنة الماضية إحنا إلنا سنتين على التوالي منبدأ بمستوى عالي كتير وبعدين بنزل المستوى الأوفنسف استراتيجي تبعتهم is very static إيش يعني very static السنة الماضية الكوردينلز كانوا تاني أقل فريق بالدوري ب البري سناب لما يوقفوا اللاعبين ويصير يغير أماكن عأساس تحاول تقرأ الدفاع تحاول تخدع إذا شايف إشي معين من الدفاع بتجيب الوايد ريسيفر بترجعه وراء بتطلع الوايد ريسيفر من السلوت بتحط وراء يعني أي موشن إنها تخدع الهجوم الكوردينلز ما بيعملوا هيت واقف لك هالثلاثة أو أربعة ويدي ريسيفر وبلعبوا اللعب اللي باعتها كليف كينغزبري شفنا بالأف سيزن خلاف بين كليف كينغزبري وكالر مري على البلاي كولينغ صار يقول له أنت بتعرفش تخيل الكورترباك عبدالله عم بيحكي لمدربه أنت بتعرفش تعمل بلاي كولينغ يعني مش عم تبعت الألعاب الصح راح إيش عمل المدرب خلاه بالبري سيزن يمسك الوراء ويعمل هو الألعاب للكورترباك هذا ماسخرة هذا مش مؤسسة ماسكة نفسها يعني وعشان كده حطوله حطوله الكلوز اللي انت تكلمت عليه في الحلقة الماضية طبعا هاي الكسرة كاملة طبعا يعني الزلم مهمل بدروسش هلأ ما اختلفناش أنا بديش برضو أقلل من كايلر موري كلاعب شاب كويس ممتاز لكن إذا بتطلع كمان على الإطاع اللي حوالي خلينا نبدأ بالأوفنسف لين اللي بتعرف أنا بحبه رودني هودسون حكى لهم أنا بدي أعتزل بعدين قالهم لا لا بطلت بديش أعتزل هذا في بداية الترينينج هذا السنتر أوكي الليفت تاكل نفس الإشي جاستن بوغ جاستن بو حكى لهم بدي أعتزل نزل وزنه 30 كيلو بالأوف سيزن ورجع لهم لا بطلت أعتزل وبلش يرجع يزيد الوزن وإحنا عارفين إنه عبدالإله بدون مبالغة فيه ثلاث مباريات السنة الماضية الكاردينالز خسروهم من وراء إيش من وراء الغاردز فإيش راحوا عملوا راحوا جابوا وغارد اسمه ويل هرناندز من الجايينتز كيف تعرف إنه وضعك صعب يا معلم لما عم بتدور على أوفنسيف لاينمن من الجايينتز هذا طبعا يعني ما راح يثبط هذا الكلام معه إذا بدأ روح على الدفاع إذا بدأ روح على الدفاع آه لأ خب اللي نأبدأ برضو ويد ريسيفرز كتير مهم بهذا السيستم دي أندرو هوبكنز غايب أول ست أسابيع عنده إيقاف بتعاطي منشطة أوكي الشابين الثانيين أوكي أنتوان ويسلي برضو مصاب والشاب اللي جابوه بالراوند الثاني السنة الماضي إيش كان رون ديل مور أوكي رون ديل مور كان لا بأس به بس صغار عبدالله هدول أقزام يعني 5-7 5-8 وهيكي شويت سبيد ما يعني ما أبحث فيها الفايرطور جيمس كونر الرنينج باك لعب منيح لكن السنة الماضية كان فيه تاندم بينه وبين تشيس إدمنز تشيس إدمنز رعى ميامي وما عندكش باك أب يعني إذا راح الرنينج باك تبعك ونتعرف الرنينج باك إصاباته كتير على الدفاع نفس الإشي مش شايف فيه قوة جوردن هيكس الميدل لاين باكر اللي كان عنده النقطة الخضرة كابتن الفريق برضو ترك الفريق رعى في لدلفيا ونفس الوقت كمان السكندري يعتبر من أضعف السكندري إذا بتاخد على جنب بتحط على جنب بودا بيكر السيفتي وفيه كمان كورنر لعبي بشكل لا بأس به السنة الماضية براين ميرفي رقم سبعة براين اسمه براين ميرفي كان رقم سبعة كان ممتاز لكن زي ما شفنا عبدالإله إذا أنت السكند والثيرد كورنر عندك كتير ضعاف رح يشلوا أملهم الفريق أنا برضو برجع أحكي لك في مباراة في مبارايات بالموسم الماضي بدفتري إذا بدأ أطلعوا دفتري نسميهم على اسم الكورنر باك بالريدرز وبالتايتنز وبالكورنر ليش خلاص انسى انسى أي حاجة وين في هذا الكورنر باك ارمي باتجاهه والريفنز كمان لأنه صار عندهم إصابات كتير بالكورنر السن الماضي كان فيه لاعب اسمه ماركو ويلسن هاي سنة ستارتر مع الكورنرز يمكن مبارايتين بس بلشنين فيه الفريق التاني زي ما حكيت لك عبدالإله الأوفنسف لاين والسكندري بسموه ويك شين فوزيشن يعني انت بتشوف أضعف حلقة بالموضوع وتستهدفها سواء بالرمي أو بالباسرش الكورنرز رح يكون صعب انه يتأهلوا على بلاي اوف بالرغم من انه الان اف سي ضعيف فريق آخر فريق الفورتينينرز وطبعا زي ما شفنا الفورتينينرز والدراما اللي حصلت في هذا الوف سيزن سواء من كيو بي سواء من وايد ريسيفر سواء من لاكر روم يعني أشياء أشياء كثيرة حصلت في هذا الفريق بس لكن خلينا ناخد يعني نركز على الدفاع لأنه بكل أمانة أنا أشوف الفاسرش في هذا المنظمة على أعلى مستوى سواء من وجود نيك بوزا سواء من وجود أريك أرمستيد أو وجود دي فورت اللي كان غايب نوعا ما العام الماضي لكن ثلاثية هذول اللاعب وإضافة الروكي دريك جاكسون هتجعل الفريق في ناحية الفاسرش على أعلى مستوى يبقى السؤال المهم هو الهجوم الهجوم خصوصا معرف يعني توقيع وتوقيع جيمي جي وإبقاء جيمي جي عليه أكتر من علامة استفهام خصوصا نحن ما نعرفين كيف حيلعب تريلانس خصوصا أنه تريلانس في الأوف سيزن كان على يعني محل شك وأكثر من علامة استفهام مي أداء اللاعب أجبرت الفريق على إبقاء جيمي جي أبغت أجبرت الفريق على إبقاء ديبو سامويل أجبرت الفريق على إبقاء إلاجة ميتشل وطبعا اللاعبين الاثنين A lot of questions A lot of questions going to week one بين سابب بإصابات وكده رأيك في الموضوع على عجال أنا أشوف عبدالإله اللي صاير بالPortinoiners أنا شايفها كانت مؤسسة ماشية منيح يعني عن جد كانوا ماشيين منيح لحد ما عملوا لتريد تبعي تريلانس أنت كنت على بعد عشر دقائق سبع دقائق من أنك تفوز السوبر بول عم تبني بالطريقة الصح عم تبني عن طريق الديفنسيف لاين عم بتضيف روكز منيح عندك كوتش المفروض أنه زكي الهجوم تبعهم عبدالإله السنة الماضية بمباراتهم مع الرامز اللي مش بالبلي اوفس اللي قبل البلي اوفس اللي فازوا فيها عشان يتأهلوا على البلي اوفس بدون مبالغة من أحلى الهجومات اللي حضرتها من خمسة سنين يعني عندي برضو بكاتب الألعاب بلي باي بلي فعلا كانت ممتعة لكن قصة تريلانس إنك هالقد استثمرت فيه فيرست راون درافت بيكس وبعدين معرفتش تحل مشكلة الكورترباك التاني جيمي قارابولو رح تضل غيمة على الفريق طول الموسم مبارح تريلانس طلع حكا أو يعني تسرب إشي إنه مش كتير مبسوط باللي صار بتاريخ الدوري صار بدو يعمل بيرسونيل ديسيجنز لكورترباك واصل السوبر بول يعني هذا الديناميك كله رح يكون شوية غريب المشكلة الأساسية برجع بحكي كمان مرة معلش يعني بدك تتحملني عبدالإله لكن لما يكون عندك فريق خسران ثلاثة أوفنسيف لاينمن مهمين ما بتقدر تيجي تحكي إنه هذا الفريق رح يكون نفس مستوى الفريق تبع السنة الماضية أليكس ماك السنتر اللي كان برو بولر السنة الماضية الأسطوري اللي كان مع أتلانتا اللي واصل معهم السوبر بول اعتزل ولوركن توم لينسون راح على الجيتس كمان جورد كمان كان برو بولر السنة الماضية ظل عندهم ترنت ويليمز إذا فيه واحد فاضي أشغال بيحب يحضر بيحضر مباراة مملة ضد شيكاغو الأسبوع الجاي رح يلعبوا بس يتفرج عبدالإله على ترنت ويليمز الليفت تاكل ليش ترنت ويليمز ملقب بالسلفر باك سلفر باك جوريلا أوكي يعني يشوف في الشي بالدوري كله لاعب كان مستواه هون مثلا نحكي تمانية وتسعين واللاعب اللي بعده مستواه خمسة وتمانين يعني فعلا بدون مبالغة بإجماع الجميع إنه هذا اللاعب السنة الماضية لعب على مستوى كليفت تاكل كسرعة وكدومننس يعني كتحطيم للخصم على مستوى ترنت ويليمز الرايت تاكل برضو مشكلة كبيرة إذا مايك ماقلينش تيما رجعش من الإصابة فأنت عم تحكي عندك مشاكل كبيرة على اللاين الوايد ريسيفر أبداً فيشي خوف مع أنه أنا مش كتير بحب ديبو سامويل سنة الماضية بآخر أربع خمس مباريات عمل أكمل شغلة حلوة أخد أكبر من حجمه لكن عندهم أكمل لاعب كتير مهمين أنا بحب أذكر منهم الروكي داني غري داني غري عبدالإله من أسرع الروكي كان السنة الماضية وأخدوه بالراوند التالت رح يلبس رقم ثلاثة بنخلي عنا عليه رح يكون كويس جماعة الفانتسي أكيد رح يكايفو عليه رح يمسيك له أكمل طابة بعيدة خاصة إذا كان من تريلانس لكن بضل السؤال على الهجوم مين الكورترباك؟ يعني هاي كارثة والفورتي ناينرز بالمناسبة عبدالإله أكتر ناس بعرفوا عنها كارثة بعرفش إذا بتتذكر مبارح حتى كان فيه تصريح من واحد من التنين اللي كانت أكبر كورترباك كونتروفيرسي يمكن بتاريخ الدوري كله بعرض إذا تتذكر جو مونتانا مع ستيف يونج بالأول التسعينات صار فيه خلاف هاي يعني تعتبر أكبر هذه ذاكرة للتاريخ للنفل جو مونتانا وستيف يونج لن تتكرر مهما يكون لا توم بريدي ولا غيره ستيف يونج جو مونتانا هذه نقطة وعيقونة في تاريخ اللي نفل لا هو بحكي لك أهم إشي إنه التنين عبدالإله يعني جو مونتانا عنده أربع سوبر بول وستيف يونج أخذ واحدة برضو على سيرة الشمالي الكورترباك الوحيد اللي تاني برمي بإيده اليسار فاز الكورتربا بفاز السوبر بول لكن صار بناتهم خلاف كبير مين رح يكون الستورتر في بدايات التسعينات والمدرب الأسطوري بالوولش مرة كان يلعب مونتانا ومرة يونج وكانت قصة كتير كبيرة بأيامها رح تتكرر على الدفاع بدي أحكي نقطتين فقط أنهي فيهم الأولى زي ما أنت حكيت على الوفنسيف على الديفنسيف لاين اسم فقرة اسم شخص لا تعرفه يجب عليك أن تعرفه مدرب الخط الدفاعي لسان فرانسيسكو فورتي ناينرز اسمه كريس كوسيريك فعليا الآن أصبح من أشهر الناس بالدوري لأنه كل سنة عم بيطلع لعيبة نجوم والسنة الجاي لا تختلف الإضافة الجديدة للفريق عبدالإله سامسون سامسون إيكوبام اللي هم جابوه من الرامز عم بيحكي أنا يا ريت كان عندي هذا المدرب من بداية حياتي بالنفل كان كل مسيرة الرياضية اختلفت السكندري عليه شوية أسئلة جيمي وورد مصاب يمكن ما يلعب أول أكم من موضراء جاكويسكي تورت رأى على الإيغلز وعملو له كت وهذا بيثبت لك أنه فعليا على السكندري ما كانش كتير قوي السنة الماضية بدليل إيش عملوا فيهم الرامز للبلايوف لكن لاعب واحد أرجوك خلي عينك عليه خلال الموسم رقم 30 سيفتي جديد خليفة ترويبالو مالو شعرهم لفلف أصلوا من هواي اسمه نوا هفنقا أو بيسموه هف بدلعوه الفريق هف لأنه هفنقا صعبة هذا برضو رح يكون له دوري كبير وبالترينينج كامب كانوا عم بيحكوا إنه عم بيعمل طيب خلينا ناخد فاصل ونرجع ونحلل الرامز وويك ون أمام البلز ابقوا معاني ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل لأنه كان فاصل يستحق البريك هذا لليش لأنه رح نتكلم عن بطل السوبر بول بطل السوبر بول وافتتاحية اللي بمصد The Los Angeles Rams فريق كسب كل النهاء كل وجميع الرهانات إنه حيكون فريق بهذا الشكل من القوة راقر نوت زي ما قال موسى فاور هورس زي ما يعرفون جميع فريق فاز بجميع الرهانات بعد تريدات ونقل وعائلة ويش اسم العائلة كيوك كرنوسكي كرونكي كرونكي عاملة كرونكي سيان كرونكي نقلت الفريق صرع دفعت المستحيل وفازوا بالسوبر بول وكسب الرهان مع ماثيو ستافل اللي أشوف هو كان الحجر النقصة أو القطعة النقصة في هذا الفريق جاء وحضر المهم وحضر ماثيو ستافل اللي أخذ الفريق في أول سيزن له مع لوس أنجلس رامس إلى السوبر بول والفوز بالسوبر بول الآن الفريق ما عليه أي بريشر هذه السنة غير أنه يفوز باك تو باك بالسوبر بول هذا الشيء ممكن يحصل ممكن يحصل ليش؟ لأنه بكل أمانة ما فيها غير فريقين أو ثلاثة فرق ممكن تصل إلى البلاي أوف الكونفرنس للنف سي الرامس الباكس وممكن نشوف جرين بي فاكرس لذلك فرص باثيو ستافل بالوصول للباك تو باك ليا الانف سي على أعلى مستوى فريق مو ناخص أي حاجة مكتمل في جميع الصفوف الشيء الوحيد اللي ممكن أشوفه يكون يعني نقطة ضعف في الفريق اللي هو الفريق is a thin line في الbackup positions فقط هذا هو شيء لو فيه لاعب تعور ممكن هذا الشيء يسبب إسعاج للفريق خصوصا أنه مثلا عندك الlinebacker مثل بابي واغنر الآن وي ايرون دونالد وي ليونرد فلويد وي رمزي يا إلهي على كثيبة في الدفاع موسى هل ترى الرام جاهد أحكي لك لا طبعا مستحيل مستحيل أبدا أبدا آخر مرة فريق فاز سوبر بول وربعض كان البيتريس بال2003 وال2004 المرة قبلها كانت برونكوز بالـ 97 98 قبلها كان الكاوبويز بالـ 92 93 وقبلها كانوا الفورتين آنرز بالـ 88 89 يعني صعب كتير مش خاصة بالسنوات العشرين الأخيرة بعد ما نزل السالري كاب أنت عبدالإله عم تحكي أنه الفريق يمكن بعدك عم تحكي عن الفريق السنة الماضية لأنه هذا الفريق خليني بس أعدلك إيش خاصة عنين هاي السنة من السنة الماضية سيفرز تابعونهم الليدنج راشر تابعهم اثنين أوفنسف لايمان أحسن أج راشر عندهم السنة الماضية أحسن اللي لعبوا بالسيوبربول هذا لسه عم نحكي عن التالب هلأ ماشي عوضوا بشوية أشياء ألان روبنسون كان أكبر إضافة بالموسم اعتزال اللفت تاكل أندري ويتورث الأسطورة اللي كان مع سنسيناتي لسنوات طويلة وكان في حكي لحد الأسبوع الماضي أنه الكابويز عم بطلبوا منه أنه يرجع طبعا ما يرجع هلأ محله رح يجي جو نوت بوم اللي هو لعب مباريتين السنة الماضية وكان منيح لكن فيه فرق بين أنك تطلب من لفت تاكل أنه يلعب مباريتين خسروا كمان جورد مهم أظن أوستن كوربت برضو تركهم بالإضافة طبعا لأنه هذا الفريق عبدالإله بنى نموذجه على شيء أنا أبدا مش عاجبني وبصراحة أنا كتير زعلان ومن السنة الماضية وانا عم بحكي كتير زعلان أنه الرامز فاز السوبر بول لأنه احنا منحب الفوتبول لأنها يعني بتحمل المنطق اللي عملوه الرامز بأنه عملو كل هايلي تريدز لجيلين رامزي ولماتيو ستافورد وخلال الموسم وظلوا يرموا يرموا درافت بيكس يعني قال لك بتذكر هذا إيش اسمه GM لسنيد لا هاي استراتيجية مش نافعة مش هيك بتبني الفريق إنت لسنيد السنة الماضية لبسي بلوزي مكتوب عليها فك درافت بيكس ما هي لو إنها ما حززت معاك كان هلأ إنت لا عندك درافت بيكس ولا عندك فريق لكن إنت عندك ماتيو ستافورد عبدالإله السنة الماضية هي لدى ليج ان انترسيبشن زدت 17 انترسيبشن وبرضو بالوقت الحاسم بيش أحكي حظ لكن ضبطت معه لأنه كورتر فاك ماشي حاله لكن أوديل بيكم جابوه بالأسبوع التاسع هيك out of nowhere فون ميلر كل الناس كانت عارفة إنه مش كتير ضايل عنده هلأ بتمنى إنه يكون ضايل عنده كمان شوي للبيلز لأنه أنا حابب البلز إنه يعملوا منيح لكن فعليا زي ما هلأ حكيت لك هي لدى تيم إن ساكس وبال بلاي أوف left and right كأنه فون ميلر قبل عشر سنين يا أخي يعني مش المفروض إنه لاعب يلعب بهذا المستوى وزيد عليها طبعا هاي يعني هاي بصراحة لما ينكتب تاريخ الرامز تابعون لألفين وواحد وعشرين بدها تنكتب بالتاريخ كذلك إيريك وادل كان إلو سنتين تاريخ الفوتبول جابوه من الشارع باي the second play-offs game كان لابس النقطة الخضرة كابتن الفريق صار الزلمة وفاز معهم السوبربول وسحب حاله وراح يعتزل يعني هيك أشياء المفروض هذا إيش بيسموه هذا المنطق لا إيكنا المنطق المنطق لم يمشي هنا لم يمشي مع مرضو ما ترى آه لا a series a series of unexpected events أنت بالplay-offs cam acres رجع من الإصابة ركض ثلاثة يارد بأربع مباريات بالplay-offs يعني لا عندك running وماشي ماشي عم بيشون مكفي وأفكار و95% 11 personnel وحكينا كوبر كوب الحطة من الرقم القياسي ثالث لاعب رابع لاعب بالتاريخ حسريها أحكمين الثلاثة التانيين جيري رايس مع الفورتي ناينرز ستيف سميث مع الكارولاينا بانثرز وستيرلين شورب مع الجرين بي باكرز أخوه لشانن شورب اللي هو كان أحسن منه لكن صار عنده إصابة واضطر وقف لكن اللي أنا عم بحكيه أنه هذا فريق الرامز لسه طبعا رح ينافس زي ما أنت حكيت لأنه الـ NFC ضعيف فريق لسه مكمل لكن ما بشوفه بنفس القوة الفورتي ناينرز لو أنه ركزوا شوية بالبلي اوفس كان قدروا يطلعوهم البنجلز كان صعب لأنه البنجلز كان أصلا فريق أضعف شوية لكن أنا كتير زعلان من كايل شانهن والفورتي ناينرز أنه ما غلبوهم بالبلي اوفس السنة طيب إحنا الآن بخارج حسابات المنطق وكان المنطق يقول أنه الفريق هذا بطريقة الدرافت بيك ستراتيجي كان الفريق هذه السنة هذي حيكون يعني في أسوأ سيناريو ممكن لكن الآن هم في أفضل سيناريو ممكن فإن يروح الرامز حنشوف هذا الكلام في ويك ون وحنعمل تست لهذا الفريق في ويك ون لأنه أنا حسبه به افتتاحية الموسم هي افتتاحية The Bottle Of The Shones ليش أقول شونز لأنه عندك شون مكديرمت في جهة وعندك شون مكفي في جهة الاثنين عبقريين الاثنين عندهم كيوبيز لأعلى مستوى تخيل جوش آلين وماثيو ستافل العام الماضي في البلايوف كانوا أفضل كيوبيز في هذا البوزيشن الآن فون ميلر وتحدي فريقه السابق إنه ما زال عنده lift gas in the tank زي ما قال موسى تحديات وي سيناريوهات وستوري لاين على أعلى مستوى في ملعب الرامز في ويك ون بعد أقل من ساعات في هذا المباراة رأيك في المباراة ورأيك في غريبة غريبة يعني نوعا ما أنا مستغرب عبدالإله بس أحكي لك ليش مستغرب خليني أبلش بشغلي لازم أشرحها زي كل سنة لأنه رح نحكي عنها كتير أنا كتير بحيب عبدالله شغلي إلي بعملها حوالي 15 سنة بمسك الفرق بشوف المباريات بتوقع مين مواقع المراهنات حامل الفيفورت أوكي بسم مواقع فيفورت أقل حظوظ هاي على إيش بتعتمد كيف يعني كيف بيحكوا بيحكوا إذا أنت بدك تاخد الفيفورت لازم يعني أعطي مثال من مباريات الأسبوع الجاي اللي حكيت عنهم اللي هي تعتبر مباريات من طرف واحد سان فرانسيسكو مع شيكاغو أوكي مين الفيفورت بتتوقع بسان فرانسيسكو مع شيكاغو ومين الاندردوغ الاندردوغ مين المراشا مين تتوقع أنه المواقع يعني الفورتيينينرز والبيرز مين أنت لو إيجي لو قلتلك نائفري أنت نائفري المنطق يقول المنطق يقول أنه الفورتيينينرز هيقل المباراة لكن مية بالميئة لا لا استنى شوي طبعا مواقع المراهنات عارفة أنه أي حدا بتابع الدوري طبعا رح يحكي الفورتيينينرز على البييرز مع أنه البييرز بأرضهم فبيجوا مواقع المراهنات عبدالإله بيحكولك إذا عايز تاخد الفورتيينينرز لازم يفوزوا بفرق أكتر من تسع نقاط فإنت إذا راهنت على الفورتيينينرز وفازوا فقط بفرق تاتشداون بفرق سبعة تخسر الرهان تمام وهذا أنا اللي طبقته على مباراة الافتتاح مباراة الافتتاح إنت عندك بوفالو مع الرامز بأرضهم حاملين اللقب أنا بتوقع أنه الفيفوري تكون الرامز حامل اللقب في أرضه تخيل عبدالإله مواقع المراهنات وفيجس والناس اللي بتفهم بالفوتبول حاطين البلز الفيفوريت وإذا بدك تفوز لازم البلز يفوزوا بفرق أكتر من ثلاثة أو اثنين ونص حسب الموقع يعني إذا فازوا بفرق نقطة على فيلد جول بنهاية المباراة تخسر الرهان هذا بورجيك شغلتين الأولى أنه الناس عارفة أنه الرامز مش بنفس المستوى تبع السنة الماضية والتاني كتير شايفين أنه البلز لهم حظوظ عالية مع أنه أنا يعني خاصة بالمباراة الأولى وعندك تنساش أوفنسيف كوردينيتر جديد براين ديبل راح على نيويورك جايانس عندنا كين دوريسي هلأ الكورتر باك الأديم تبع مايامي كنت حكي عنه في حلقة الماضية أول مرة بعمل بلاي كولينغ والفريق فيه يعني بتغير منيح الأوفنسيف لاين تبع البلز مثلا معموله أوفرهول كامل وهذا بده شوية وقت فأنا شايف بصراحة أنه الناس مقيمة البلز بالأسبوع الأول بشكل شوية مبالغتي إذا أنت عبدالإله مباراة وحدة مستعد تترك كل إشي مستعد تترك بنت حلوة ما تطلع معها ديت وتحكي لها لا عفوا عندي هذا الأسبوع هاي المباراة أي مباراة بتختار والله مباراة كثيرة المباراة جدا كثيرة يعني بكل أمانة إذا حختار من البرايم تايم جيمز لا صوت يعلو على المندي نايت بالنسبة بالنسبة أوكي لكن طال لأنه لأني أبغى أشوف الستوري لان أنا يعجبني الستوري لان قبل كل مباراة لا صوت يعلو على صوت المدينة لكن في ستوري لان أخرى موجودة الأوكلند أو لاس فيغاس ريدرز أمام الشارجز هذه مباراة إمتاعية رائعة على أعلى مستوى يعني ما أقدر أتخيل حجم الثقر في هذه المباراة شايف كيف مباراة أخرى نفسي اللاين عليها الفيفوريتس هم الشارجز بثلاثة ونص ثلاثة ونص مين؟ منسوتا جرين بي أكيد جرين بي منسوتا دائما دائما معارك وسموها game of the week أمريكا game of the week مباراة أخرى الكابويز مع الباكانيرز وتأوي توم بريدي وإعادة لمباراة سنده يفتل من العام الماضي وطبعا يعني حنشوف كابويز مختلف وحنشوف باكانيرز الله الله على مباراة الله أنا في عندي يعني أنا كتير حابب نيو إنجلند مع ميامي لأنه حاب أشوف الهجوم الجديد تبع ميامي وحتى كان فيه شوية تقارير إنه عم بيسألوا هذا الهد كوتش الولد الجديد تبع ميامي ماك مكداني إيش شعورك وإنت رح تلعب مع بيل بيلتشيك في أول مباراة على الأغلب بيل بيلتشيك رح يعجب عليه يعني هو أنا شايفها بصراحة شايفها من طرف واحد لنيو إنجلند مع إنه ميامي هم الفيفوريت أت هوم بناء ستلاتة لكن لو بدأ أحط مصارع أقيم إذا حدا ربطك في الكرسي وقال لك بدك تحضرها غصبا عنك اللي هي مباراة نيو أورليانز مع أتلنتا رح يكون فيها لقاء السحاب بين النمبر ون أوفر أول درافت بيك درافت الالفين وخمسطاش والنمبر تو أوفر أول درافت بيك من الالفين وخمسطاش جيميس وينستن مع ماركوس ماريوتا وهذا بس يعني من الشغلات الحلوة اللي أفتت انتباهي بالدورة عبدالله لما رجعت تطلعت على درافت الالفين وخمسطاش الالفين وخمسطاش انت بتفكروا انه شو يعني هيو مبارح ست سنوات يعني خلصت الروكي كونتراكت تبعك وساني بأول خمسطاشر لاعب بحدود اثناش أو طلتاش منهم بره الدوري تماما بره الدوري منش انه مع فريق تاني فبورجيك برضو كمان زي ما دايما حكينا عن الانفل دايما للعيب الاجداد دايما كل كل موسم ليش احنا اصلا منعمل هذا البرنامج عبدالله انه كل موسم في نجوم جديدة في لعبين اجداد وفي فرق جديدة رح تطلع في فرق جديدة رح تنزل فتابعونا بعد الاسبوع الاول رح تكون حلقة خاصة جدا احتمال حلقة تكون مباشر كمان فرح يكون الموسم قوي جدا ماي انا وعبدالله رح نستمتع جدا بموسم فتبول جديد خليكم معنا تابعونا على كل منصات البودكاست وتابعونا انا وعبدالله على تويتر على الهندلز الموجود التحت شكرا لك عبدالله شكرا لكم وفي النهاية ان شاء الله نكون غطينا كل الفرق ديفيجن باي ديفيجن بزيشن باي بزيشن بلاير باي بلاير خلاص خلاص يا عبدالله خلاص مجرد اسمع مجرد مبلش اول اسبوع كل اللي حكيناه خلال الاربعة حلقات الماضية حيروح حلو انه نرجع نشوف توقعاتنا لكن بالاخر الكرة هي الحكم وبانتظار مباريات الاحد الاول فرشات مع مجرد ما تسمع صوت الموسيقى تابعي ننتظركم 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 مع صافرة الحكم في ثيرزدي نايت فتبول افتح يا حيه ترامز ويل بيلز كونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركاته